أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة تحليل البيئة الوحدة الثانية القلاف المائي الهايدروسفير وهنا نواصل هذه المقاطع على شرح محتوى هذه الوحدة أنواع المياه كما أسلفنا في المقطع السابق ستة أنواع تم شرحها والآن نواصل هذه الأنواع نبدأ من النواع السابع والمياه المنقاة تمت إزالة الملوسات من هذه المياه ولذلك تسمى بالمياه المنقاة عن طريق التقنية هناك تقنية معينة تتم بها إزالة الملوسات من هذه المياه ولذلك تسمى بالمياه المنقاة أي بروفايد ووتا النوع الثامن مياه معقمة استرلايزد ووتا مياه نقية ومعقمة عن طريق الغليان أو الأشحة فوق البنفسجية للغضاء على الميكروبات للغضاء على الميكروبات وأهم حاجة نتخلص من هذه الميكروبات وذلك باستخدام الأشياء فوق البنفسية أو ما يرمز لها بـ UV Ultra Voiling النوع التاسع ويسمى مياه مقطرة مياه نقية عن طريق الغليان تستخدم في المختبرات تنقى عن طريق قليانها ثم يعاد تكثيفها وذلك للتخلص من الأملاح يعني تمر بمرحلة غليان واحد واثنين تكثيف وهذه المعالجات الغليان والتكثيفين تكون أكثر من مرة للتخلص من جميع الشوائب والأملاح الزائبة فيها وقد لا تكون معقمة قد لا تكون معقمة ونرى في الشرح السابق وكما رأينا في الشرح السابق كيف تكون معقمة وقد لا تكون معقمة هذه المياه المقطرة وتغلى وتكثف وتغلى وتكثف إلى أن نتخلص من جميع الشوائب والأملاح الموجودة فيها مياه مقطرة ومعقمة يعني جمع ما بين نوعين من المياه أعلى ومياه نقية ومعقمة من الميكروبات والبكتيريا تستخدم في المحاليل الطبية والحساسية المحاليل الطبية لذا لازم أن يكون نوع هذا الماء مياه مقطرة ومعقمة تعتبر مياه خاصة تستخدم بعد تنقيتها من الأملاح يعني نزيل منها الأملاح الأملاح يجب إزالتها واحد واثنين وتنقيتها من الميكروبات أيضا نزيل منها الميكروبات الميكروبات والبكتيريا لازم نضمن إزالة واحدة الأملاح اثنين الميكروبات والبكتيريا لكي تكون مياه مقطرة ومعقمة وبالتالي تصبح صالحها في استخدامها في مصانع الأدوية والمحاليل الطبية مصانع الأدوية والمحاليل الطبية وذلك لها حساسية هذه المصانع وهذه المحاليلة تتخدم للإنسان طيب النوع الإحدى عشر مياه منزوعة الأملاح دي آيونايز ووتا مياه نقية منزوعة الأملاح تستخدم في المختبرات الكيميائية وذلك لتحضير عينات لتحليل بعض العينات الموجودة ويرمز لها أحيانا بدي آيونايز ووتا دي آي أو دي آي دابليو وتقريبا كل آيونات المعادن تمت إزالتها يعني اسمها واضح منزوعة الأملاح كل آيونات المعادن تتم إزالتها من هذا النوع من ما مثل الآيونات الموجبة مثلا للمعادن مثلا الكالسيوم عندنا أو آيونات الحديد هي من آيونات الموجبة أيضا أو الصوديوم وكذلك الآيونات السالبة مثلا الكلورايت ومثلا السلفيت الكابريتات أيضا تم إزالتها جميعا لكي تكون مياه منزوعة الأملاح بالكامل ترجمة نانسي قنقر